ازاي اعتذر ازاي لما اغلط اعرف اعتذر ازاي لما اجي اعتذر اقول كلمات مناسبة للاعتذار تخلي الاعتذار بتاعي يكون مقبول ازاي اختار الوقت المناسب للاعتذار ازاي اعلم ولادي ان هما لما يغلط يعتذر ما بين الزجين ازاي لو حد غلط يعتذر حاجات كتير جدا يعني بتقابلنا في حياتنا اليومية قد يكون بسيطة يعني فكرة الاعتذار انا اسف والموضوع خلص وخلاص لكن احنا ما بنعرفش ان اعتذر واوقات حاجات كتير جدا بتتعقد وتزيد الخناءات فيها بسبب ان في طرف غلط مش عايز يعتذر ده النهاردة انت بتبقى ماشي بالعربية وحد زن عليك كل حاجة مجرد بس ما يرفع لك ايديك كده وبتاع اهو خلاص اعتذر مش 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 مشكلة حتى مهما كان عايز تتخانق ولا حاجة طالما هو عمل كده خلاص معناه ان هو يعني انا انا بعتذر لك فالموضوع بيعدي لكن تخيل بقى لو معداش وقالك عمل لك ايه عام انت بتاعه الموضوع يكبر اكتر من كده تعالوا نتكلم النهاردة عن فن الاعتذار نسأل اسئلة كتيرة لكن اسمحولي ارحب بضفتي اللي بتشرفني يا الأستاذة جهان نخلة مدربة تنمية بشرية اهلا بيكي اهلا بحضرتك نورانا نور بحضرتك اه ليه الانسان بيبقى محتاج يعتذر لشخص كلمة اعتذار السلوك اخلاقي سلوك اخلاقي انا بسلك السلوك ده ليه يعني ليه باعتذر معنى كده ان فيه خطأ حصل مني اتوجه لشخص معين طيب الشخص ده محبته لي وحبي ان انا اكمل في العلاقة دي بيخليني افكر ازاي اعتذر فالاعتذار لازم يكون فيه يعني الناحية التانية فيه خطأ حصل مني ده مهم جدا عشان اصلح الخطأ ده بفكر ازاي اعمل سيغة اعتذار مهمة تصلح هذا الخطأ اللي حصل مني تمام يجوز يكون اللي انا باعتذر له ده يعني حد شخصية محتاج ان انا اكتب ورقة وفي الاخر تقبله بقبول فائق الاحترام وقد يكون ابني وقد يكون زوجتي وقد يكون حد معرفة فاكيد فيه لغات مختلفة يعني لغات الاعتذار ايه لغات الاعتذار اول حاجة لازم اعرف اقول كلمة انا اسف انا اسف دي مهمة جدا لان دي معناها ان انا باعتذر دي نمرة واحد نمرة اتنين انا غلطان اعتراف مني ان حصل مني غلط زي ما بنقول كمان فيه حاجة اسمها حقك علي ده تحملي لمسئولية الخطأ انا لا ببرر ولا برمي الخطأ ده على حد تاني ايه بعد كده بطلب من الشخص انه يسامح او يغفر وبوعد في نفس الوقت ان انا هصلح من الخطأ ده ان الخطأ ده مش هيتكرر طيب بالنسبة لو هو طفل انا هتعامل معه ازاي الطفل لازم دايما في كل الحالات بنزل لمستوى يعني اععد معاه واععده قدامي ويكون وجه وشي لي او وجه الوجه يعني وفهمه بهدوء جدا ان الانسان معرض انه يخطأ كلنا بنخطأ سواء كبار او صغيرين دي طبيعة الانسان وان انا باعتذر منك لان غلطت وبوعدك ان انا مش هغلط فيك تاني انا كده بحط اساس لبنيان اعمدة بنيان مهم جدا في حياتي يبقى ان انا بعلم ابني اعتذر دي حاجة مهمة مهمة جدا ولازم بطريقة معينة يعني ماينفعش ابني غيرت فخلاص بقوله انا اسف وبامشي لا ده مش سلوك صح انا بحط قدامي وباعتذر كشخص لشخص باحترمه جدا كطف وبقدره فانا باعتذر بنفس مستوى يعني بنزله كده ممكن كمان انزل على ركبي وانا بتكلم مع يعني لو هو اصغر يبقى بنزل على ركبي وحط وشي لوشه واقوله انا اسف انا غلط واوعده ان ده مش هيتكرر تمام طبعا برضو من الحاجات اللي ممكن تدايق اي حد فكرة اسلوب الاعتذار يعني مثلا واحد اهان واحد قدام الناس كلها وبعدين يجي يقوله يحس ان هو زعل يقوله عم انا اسف خلاص بقى دي حاجة مهمة جدا اسلوب الاعتذار عن الخطأ اللي حصل انا لازم ادرك كويس قوي الخطأ اللي انا عملته يعني مثلا لو اللي حضرتك بتقوله ده حصل قدام ناس فانا مش بس اغلطت فيه ده انا اهانته وممكن تسببتله في جرح وممكن تسببتله في مشكلة نفسية وانخلينا واقعين ان فيه ناس حساسة جدا وعندها نفسيات ممكن تتأثر جدا بكلمة بسيطة يبقى المهم جدا انا هتحور معاه ازاي وهقدم اعتذاري بشكل ازاي بشكل يليك بالمشكلة اللي انا عملتها او بالخطأ اللي حصل فيعني يعني يكون الاعتذار على قد الحدث على قد الحدث طبعا ده حاجة مهمة طمعا من الحاجات اللي بتحصل في الاعتذار ومش بتبقى ظريفة برضو فكرة ان انا يعني باعتذار عشان امشي الموضوع خلاص بعمل مصيبة كبيرة لك ايه يعني عايز ايه يعني عشان نخلص الموضوع ده انا اسف طب انا اسف يا عمه خلاص دي حاجة برضو بتحصل في اختلاف الشخصية هو بيقول انا اسف بس هو هو مش اسف على حاجة الحقيقة من جوا هو مش اسف ومش عارف يوصل اسف يعني حتى طريقة هو مش اسف اساسا فهو ما حسش بالخطأ طمعا كونه ان هو ما تاسفش ما حسش احنا قلنا انا عشان اقول انا اسف يبقى المفروض ان انا باعترف ان انا غلط وبتحمل مسؤولية الغط لكن انا مش اسف ده شخص كمان مش مهتم بعلاقته بالشخص الاخر يعني لو انا مهتمة فيه علاقة صداقة بيني وبين انسان عزيز علي ومهتمة جدا ان انا وصل لها ان انا غلط هل انا هقول انا اسف وخلاص لا طبعا اكيد هيبقى فيه اساليب مختلفة تناسب الشخصية اللي قدامي دي هقدم بها اعتذاري ده طبعا غير ان انا هقول ان انا اسف وان انا غلطان وان انا بتحمل مسؤولية الخطأ ده وان انا بطلب غفران او مسامحة تمام دول الاربع حاجات الاساسية في لغة الاعتذار تمام فكرة العتاب ان احنا نعاتب بعض هل دي حاجة صحية ولا انا بعتذل وخلاص للاعتذار لا طبعا دي حاجة صحية جدا بس في وقت معين يعني انا ماينفعش في وقت مثلا حضرتك مثلا اتنين زوجين وحصلت مشكلة كبيرة والموضوع متقزم وهو شخص عصبي جدا هل انا ينفع دلوقتي نقعد نتعاتب وقوله انت غلطت وما غلطتش وكده لا طبعا بس تنى اختيار برضو الوقت المناسب يعني حاجة مهمة جدا انا اختار امتى وقت اعتذر ودي بتعمل توازن في حتة مهمة لا بتدي بدري قوي وهو في عز الازمة او هو متضايق او هو متعصب ولا تأخر لما المشكلة تعدي وتهدأ وتبرد المشكلة خالص واجه بعد كده اعتذر بعد هو ما يكون خلاص ايه المشكلة ممكن تكون كبرت او تقزمت اكتر او هو نفسيته خلاص مش قبل الاعتذار فتوقيت الاعتذار مهم جدا تمام ما بين الزوجين يعني مين يحدد ان مين غلطاني يعني معنا يعني انا ما غلطتش في حاجة فمش هعتذل وهي طب هي ما غلطتش فمش هعتذل ده هيرجعنا لنقطة مهمة جدا هي ازاي اعرف لغة الاعتذار اللي بتناسب مثلا زوجي او حد انا بحبه موضوع ده بيرجع لعلاقتنا ببعض يعني هل انا مثلا وصلت لغاية لما انا بقيت ستة متزوجة ومش قادر افهم جوزي ده يعود على زكائي انا كست بعلاقتي بي بحب لي كل ما بيكون الشخص اللي قدامي ده انا عايزة ابني العلاقة دي كويس قوي وارمم اي مشكلة فيها عشان تستمر ممكن اتعلم ازاي اعتذر في زوج مثلا يعني وده حدث حصل ان في زوجها غلطت او عملت مشكلة فجوزها وهي راجع فتح باب الشقة لقى البيت كله شموع وكاندلز في الارض كلها وورود ومش عارفة ايه وكده راح طبعا اتخاني بس دفل افلام بس لا حضرتك دي حصلت مشكلة وكانت مكتوبة على صد اتخاني طبعا وزاعة وحس انه هتخاني وانها هتولع في البيت وهي كانت بعتها المشكلة بتقول هو ليه مش قادر يقبل الاعتذار هي اعتذرت بطريقتها الرومانسية هو ده اعتذارها هي يعني لو هو غلط فيها هو ده الاعتذار اللي هي عايزها لكن هي مقدرتش تحدد ايه الاعتذار اللي جوزها قابله يا سلام اه هي مش فاهمة هو بيحب ايه بقى يعني في زوج ممكن يقبل مثلا ان يخش من برة فيلاقي مثلا صفرة جميلة جدا عليها جميع عنوانها الاطعامة الشهية بالنسبة له وده اعتذار رائع جدا من زوج افضل بكتير من الشموع لكن الزوجة تحب كده طبعا احنا مش هنقول ان ده افضل او ده اوحش ولكن ده يتناسب مش افضل اوحش لكن بنقول كل يعني اه فزر بالاسلوب كمان اللي يفرح اللي قدامك او اللي يناسب اللي قدامك يعني استهت تحب رومانسي شوية تحب عشق يعني برا البيت تحب مثلا صفر ياخد يومين في اي مكان ورد ده اساسي طبعا والاسلوب كمان خلينا نتكلم برضو في انتقاء الكلمات اللي هقدم بها اعتذار وخصوصا لو بين زوجين لانها لازم تكون شاملة حب وشاملة وعد ان انا هتغير يعني لو انا بهين او بزعل او بتعصب فانا لازم اوقع ان انا هشتغل على نفسي للتغيير ماينفعش ان انا هقول لها لا اقباليني كده وانا هفضل كده لو انت كده مش بتعتذر بس اوقات ما بين الزوجين بزال بتبقى اوقات فيه تعرف منهم انا اسف بقت زي اللي بانا يعني انا اسف انا اسف انا اسف ما بقاش ليها معنى ما بقاش ليها قيمة زي الواحد لما يعني يعتذر عن خطأ فعلا يحاول ما تكرروش ما يحاول ان هو يبقى خلاص كده بس ده يرجع برضو للحب انا دايما بقول كل حاجة في الحياة دي اساسها التكويني كله حب حب بيبقى فيه مغفرة لو انا بحب جوزي وهو قدر يقدم كلمة اسف لو هو طبعه مش بيعتذر كتير فانا لازم اتقبل ده ما عودش بقى احط له عرقيل ان المشكلة كبيرة وان انت لازم تعتذر بطرق مؤين لان ده بقى بيرجع لشخصيته انا مش في لحظة مشكلة هغير شخص واقف قدامي كامل وناضج وكل حاجة وهغير كل اللي فات فلازم اتقبل منه طب افرد ان هو انا مثلا هو اعتذر وانا مقبلتش انا بقى اللي غلطان الزوج يعمل ايه ياخد بريك شوية يعني يهدى شوية ويدي فرصة نفسه يراجع نفسه ويرجع يعتذر مرة تاني الست برضو بتيجي فيها حتة الالحاح شوية يعني انا لو لاحقك علي وانا آسف هتقبل ما قبلتش لو الموضوع كبير او فيه اهانة او مثلا تعدى عليها باي شكل من الاشكال جيب وسط يعني مش عايزين ندخل حد ما بين الزوجين ونقول لا نديهم فرصة ان هم يتصلحوا مع بعض فيجرب مرة تاني ممكن يجرب بهداية الستات برضو بتيجي بالهداية بالعشة الرومانسي زي ما قلنا بافكار تانية جديدة متجددة ممكن يقدم اعتذاره ممكن يتقبل على فكرة طب حد قاعد على الفيسبوك وراح اهان حد وبعد ما اهانه حاس ان هو لأ غلطان وان هو ظلمه وان هو وان هو وكده يعني او كان عارف الموضوع بشكل غلط وعايز يعتذر يرفع سماعة تليفونه ويكلمه ولا يعمل ايه لا طبعا هو اهانه قدام ناس يعني الاكيد بينهم اصدقاء مشتركين وده بوستك حتى على فيسبوك يعني فيه مساحة من الناس شفيته يبقى الاعتذار على نفس المستوى يعني انا ما ينفعش زي ما بيقولوا كده اتخانق معاك لواحد يعني ازععلك اتخانق معاك قدام الناس كلها واهينك صالحك فحارة واصالحك فحارة يعني سوري لكن المفروض ان انا صالحه بنفس الطريقة يبقى بكتب اعتذار رسمي عن هيئة بوست بتشوفوا برضو كل الجروب او كل الفرنس اللي كانوا موجودين معانا وشافوا ان انا اهانته وبتكلم باسلوب مهذب وقدم اعتذار واتكلم ان انا غلط لازم احدد ان فيه خطأ حصل وصلح الغلط ده عن المعلومات الجديدة اللي وصنتني ان فيه خطأ حصل طب انا رحت وقلت له انا اسف ومش هعمل كده تاني وفعلا انا كنت فاهمه غلط وقلت كم كلمة بتاعه هو كان رد فعله وانا مش قابل اعتذارك اعمل ايه انا مش قابل اعتذارك دي ليه اما الخطأ كان كبير جدا عمل جرح محتاج يتداوى ومحتاج ياخد وقته فيه عشان يتداوى منه او انت سببت له اهانة مثلا بشكل ما خسير مادية حصل ممكن برضو في بعض الاحيان الستات بتفشي اسرار صديقات لها فبيبقى فيه خراب بيوت ده مش معنى ان انا هجي روح وانا اقول انا اسفة فالمفروض ان حضرتك تقبل الاسف ده او هي تقبل الاسف ده لا طبعا ده هياخد وقت الترميم في اي مبنى عشان اجدده وحسنه في العلاقة اللي بيننا هياخد وقته انا هحط اسس يعني هبتدي اقول انا اسف انا غلطان ويتحمل المسئولة لو قدرت عوض باي شكل يعني مثلا لو فيه خسارة مادية انا سببتها لحضرتك وانا اقدر اعوضك فيها او نتشارك فيها او اخفف عنك الحمل شوي طبعا دي حاجة كويسة جدا لو انا تسببت مثلا في مشكلة بين ستة وجوزها يبقى لازم احاول اصلح ازاي وانا رايح اعتذر او انا خدت قرار ان انا اعتذر ابقى رايح في نفس الوقت متحمل او متوقع يعني عصبية الطرف الاخر ممكن يزعع ممكن يعتبني بشكل حد جدا وبدل ما انا ابقى يعني الموضوع يكمل في سكة الاعتذار ياخد منحنة تاني ويتقلب خنائة يعني ازاي انا ابقى مهيق نفسيا لفكرة الاعتذار انا مش راح اعتذر لمكنا حافظك الانسان هقول لانا ااسف يقول لي لقد سمحتك لا انا راح اقول له انا ااسف فممكن يقول لي ااسف على ايه ولا ايه ولا ايه ونعب بقى ان يدخل في سكة كبيرة يعني يفترض ان انا لما اروح انا اقول انا ااسف اقولها بجدية كاملة واقول ان انا غلطان واقول ان انا متحمل المسئولية واطلب مسامحة في نفس الوقت ما اديش بقى مبررات يعني انا ممكن حضرتك احنا عاديين بناتصافة كمسلا انا اتنين اصدقاء لكن انا عمالة قل كلهم على الخطأ اللي انا عملته لا اصل الصديق التالت اصل الشخص المسئول اصل مش انا المسئولة سوري ده اكيد هيخلي حضرتك تتعصب اكتر لانك انت المفروض جاية تعتذري عن الخطأ اللي حصل منك يبقى باتكلم عن نفسي ما دخلش بقى اطراف اقدم اعتذار كامل لغة البادي لانجوش اللي انا بقدم بها اعتذار ما انا ممكن اقول معيش سوري نقاس حضرتك ما قبلش اعتذار لكن ده لازم يتقدم حتى في اليابان لما بيجوا يعتذروا بينحنوا فين حناقة من غير اعتذار بينحنوا بينحنوا على طول حتى لو بنحني مش بالجسد وبنحني بالنفس قدامك لاني غلطت فيك وجرحتك وانت محتاج تتداوى من الجرح ده لازم احترم ده ولازم احترم وقتك في انك تداوي جروحك ماينفعش وانت تعبان ومتأذي مني جدا افضل اللح سامحني خلاص بقى او عدي او فوت لا لازم تاخد وقتك مساحة من الوقت لتصالحك حتى انت معاي انا كانسانة وقبول ان انا غلطت خلاص في حقك وتقدر تسامح زيك قبل ما كلمة انا آسف تطلع يعني لو كان فيه انا احنا نتكلم طبعا على لو فيه مشكلة يعني لكن لكن ممكن واحد انا آسف مثلا عشان اتكابلت يعني ممكن حاجات كده بسيطة مش ديه اللي احنا قصدنا عليها لكن قصدنا ان فيه مشكلة زي قبل كلمة انا آسف وقبل ما اسمع الطرف الاخر اعبر عن محبتي لي وتقديري لي وان انا عمري ما اقصد اجرحه ولا اقصد اديقه وان كان ده حصل فهو بالتأكيد انا بعتذر عنه ممكن يعني اكون انا اساقة لتقدير او يعني اعبر الاول عن محبتي وتقديري اللي قدام ازاي دي اللغة بقى اللي احنا بنتكلم فيها اختيار وقت يعني انا غلطت دلوقتي وحضرتك بتعاني من المشكلة دي فالمفروض ان انا استنى لما المشكلة تعدي خالص واجي اقول لا المفروض ان انا اعرف احتوي وخصوصا مثلا لو زوج او زوج اقدم محبة كاملة يعني هقول لحضرتك على مثل انا تعرضت الموقف صديقة غالية عليها جدا والصديقة دي جزها تواف وانا لظروف معينة ما قدرتش فعلا اكون جنبها وكنت مديقة جدا وحزينة الشخص غالية عليها جدا والصديقة غالية عليها وانا مش قادرة اروح الواجب العزة ده على وقت والوقت بيعدي كل يوم وكل يوم جوايا وجع وفي يوم خدت القرار ان انا هعتذر انا هتأسف فعد سمعت التليفون وقلت لها من حقك انا بقول انا اسفة من حقك تقولي كل اللي عندك واستجابت لانها تنهمر وتقول كل الشكاوي والواجع مني ان انا ما كنتش موجودة جنبها وابتديت احتوي غضبها ده وافهمه وقدره ده حقها الطبيعي لاني كان المفروض اكون موجود يبقى انا بستحمل كمان رد فعلك الطبيعي من الواجع اللي انا سببته فيك احتياجك لوجود السند او الاخ او الصديق او الزوجة في الوقت اللي انت كنت محتاجني فيه وانا مش موجودة طب انا جرحتي دلوقتي ازاي اعصب بقى الجرح ده دي مهمتي مهمتي ان انا اقدم حب لو صديقة او زوج ممكن اتلامس معي يعني حتى في عزة عصبيته انا ممكن اخذ وقطبطب واحتوي وقدي مشاعر حب وقبول حتى لو انت متعصب مني انا قابلة لكن ما ينفعش ان انا ساعدت اقوله اصلا انت بتتعصب كمان لا ده حقه لو انا بقي على العلاقة دي وزي ما بقول علاقة الزوج والزوجة هي بني اكيد على مر السنين المبنى ده بيحصل فيه تصدق واجب على كل انسان بيخطأ سواء الزوج او الزوج انه يرمم ويحط اساسات ويزود شوية كده عشان المبنى يقدر يقوم وتفضل العلاقة مستمرة الاخر وقت من اعمار يعني كوني ان انا بحافظ على علاقة تستمرة سواء علاقة ما بين زوج وزوجة او علاقة ما بين اصدقاء ده محتاج مني مجهود طبعا يعني العلاقة مش تفضل لوحديها مستمرة ده محتاج يعني طرف يعني اكتر الاطراف كلها هتبقى بتبزل مجهود لاستمرار العلاقة فمنها فن الاعتذار بقى الحرك بتقوله هنا ولغة التواصل ما بيننا انا لما بتواصل مع حد بحبه كويس جدا اقدر بخلال العلاقة دي وبزكائي افهم اللي قدامي ده بيحب ايه بيقرأ ايه سكننا بنقول ان فيه الاعتذار فن ففن ان انا مغلطش او ان انا حافظ العلاقة دي ما يكونش فيها اخطاء قوية بتجرح العلاقة او بتمزقها او بتوديها في حتة تاني انها تبقى نبقى اتنين ما نبقاش واحد فده علي انا ده مجهود علي انا سواء زوجة او زوج احنا الاتنين كيان واحد لازم نحافظ على ده نتقبل بعد بقى لما نكون انا بغلط لازم او جوزي مثلا غيرت وبيقدم لي اعتذار يبقى لازم اتقبل لو انا محافظة دايما بقول الحب بيمسح اي حاجة الحب غفران لو هو اعتذر لازم اسامح تمام لو انا غلط لازم اعتذر تمام احرك برضو اصارت النقطة مهمة جدا يعني ازاي ممكن ملجأش اصلا لفكرة الاعتذار لو انا يعني بحاسب على الكلام اللي خارج من بحاسب على مشاعر اللي قدام والحقيقة معظم مشاكلنا بتيجي من من الكلام يعني ان انا قلت كلام جارح ان انا قلت كلام يدايق فازالانسان في تعبيراته يبقى بيحافظ على الكلام الخارج من بقه ما يبقاش بيجرح في الناس وفي حاجة برضو فيها اسمها فن اختيار الكلمات وده وازاي نعبر عن مشاعرنا وده بنزراعه في ولادنا من هما دلوقتي صغيرين بنشتغل عليهم ونعلمه ازاي يعبر عن مشاعره بطريقة بسيط يعني مثلا ما يكون طفل قدامك وغطبان انت بتعلمه ازاي يقول انا غطبان لكن ما يخبطش حاجة او يكسر وبالتالي دي لما بتطلع معا بعد كده في السنين لما بيجبر بيبقى انسان قادر يتحكم في مشاعر الغضب بتاعته ويعبر عنها وهو كده هيقدر يعبر عن المشكلة هيقدر يقول انا تعبان او متدايق او انا غطبان مش هيخلي بقى ينجارف في حتة تاني تبوص كل العلاقات يبقى فن اختيار كلماتي كلماتي اللي انا بختار لازم اعلم ولادي من هما صغيرين يختاروا كلمات الشكر لاعتراف بالجميل للأب للأم للإخوات للأخ الكبير للأخت الكبير لكل الأشخاص اللي حولهم هو يعتذر يعتذر ويقول كلام كويس دول حاجتين مهمين جدا في حياته هيستعملهم يعني مثلا لو هو مثلا غلط في أبو و أمه و هما كبار في السن طب انت ازاي تعتذر لهم مهم جدا ان انت تبوس الراس دي حاجة مهمة لانك ده تقديد للأب و الأم تبوس إيده لان دي الإيد اللي ديتك عطاء طول السنين طب انا عملت كده ومحتاج ان انا أقدم له شوفوا محتاج ايه محتاج حد يروح معا الدكتور محتاج طلب اشترهوله محتاج احتواء وحب محتاج تفك عنه تخرجه الناس الكبيرة برضو الأب و الأم دون محتاجين برضو تغيير جدا اديهم وقت يعني من وقتك أنا بشكرك جدا وبتمنى فعلا ان احنا كلنا نعرف زي نعتذر زي ما ما نكبرش ونقعد نبرر ونقعد نقول أصله فلان اللي عمل وفلان اللي قالت غلط اعتذر واعتذر بشكل مناسب وبشكل يرضي الطرف الأدامة أنا بشكرك جدا أستاذ جهان عبد المسيح نخلى مدرب تنمية بشرية نورتينا ألف شكر مرسيلك يا أستاذ سحاق شرفت بك ولسه معاكم ولسه معانا فقرة أخرى في صباح النور خليكم معانا اشتركوا في القناة